نروح للموضوع مهم جداً موضوع بطولات أفريقيا في الموسم أو في النسخة الجديدة الكاف زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة مد فترة القيد الخاصة ببداية طبعاً موعيد الخاصة بإرسال الأندية اللي هتشارك في البطولات الأفريقية سواء بطولة دوري أبطال أو بطولة الكونفيدرالية وفترة القيد اللي هيتم سماح فيها للأندية بقيد لعبيها اتحاد الفاد الأفريقي حدد الضوابط اللي بتحكم بطولات الأندية للموسم الجديد اللي هو عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين واللي هتبدأ بشكل فعلي مع بداية شهر تسعة اللي جاي هتنتهي البطولات دي كلها في خلال شهر يونيو من العام عشرين تلاتة وعشرين الكاف قرر مد فترة إرسال الأندية المشاركة في البطولتين الكونفيدرالية ودوري الأبطال ليوم واحد وثلاثين يوليو بدل مكان محدد ديها قبل كده أنه يتم إرسالها في تلاتين من الشهر الجاري شهر يونيو واستقر الكاف على موعد البطولات الأفريقية الموسم المقبل خلينا أقول لحضراتكم أو أستعرض مع حضراتكم فترات القيد المحددة للعابين في القوام الأندية هتكون في الفترة الأولى من واحد لخمستاشر أغسطس الدور التمهيدي اللي هو الدور الأول يبدأ دول الاربعة وستين زهاب من تسعة لأحداشر سبتمبر والعودة من ستاشر لتمنتاشر سبتمبر الدور التمهيدي التاني اللي هو الدور الاثنين وثلاثين ده هيكون فيه مطشاطه مطشاط الزهاب من سبعة لتسعة أكتوبر مطشاط العودة هتكون من 14 لستاشر أكتوبر الدور التمهيدي التاني مكرر هيكون زهاب اثنين نوفمبر عودة تسعة نوفمبر فترة القيد الإضافية اللي هيتم فيها يعني إضافة أسماء جديدة في القوام الأندية هتكون ما بين واحد لواحد وثلاثين يناير وبعد كده ندخل بقى في دور المجموعات الجولة الأولى منه هتتلاعب من 10 لـ 12 فبراير دور المجموعات الجولة التانية من 17 لـ 19 فبراير جولة تالتة من 24 لـ 26 فبراير نقش بعد كده فلاك 2 اللي هي مطشاط العودة في المجموعات هتبقى الجولة الرابعة 7 و 8 مارس الجولة الخامسة 17 و 18 مارس الجولة السادسة من 31 مارس ليوم 2 إبريل اتحدد بعد كده معيد دور قبل النهائي في البطولة الزهاب 21 و 23 عودة 28 و 30 نصف النهائي زهاب 12 لـ 14 مايو العودة من 19 لـ 21 مايو والدور النهائي زي ما تم الإعلان من قبل الفيفا هيكون من مباراة واحدة في الفترة من 2 لـ 11 يونيو لكن المباراة النهائية مازال موقفها لم يحسن بشكل نهائي من الوارد جدا أن يكون في احتمالية زي ما طلب النادي الأهلي والحقيقة أنه مطالب النادي الأهلي كان مدعوم بمجموعة من الأسباب المنطقية جدا نحن كلمنا فيها كتير تتعلق بطبيعة القارة وتتعلق بإمكانياتها وتتعلق بوسائل الانتقالات وتتعلق ببعد المسافات وتتعلق بقدرة الجمهير على التنقل والحصول على الفيزا والعملات كلام كتير جدا شرحوا الأهلي بالتفصيل طبعا في وجهة نظره لكن ما زالت الاحتمالية بتاعت الرجوع للنظام القديم العودة والزهاب والعودة ما زالت قائمة حتى اللحظة استقار الكاف كمان على الإبقاء على نظام الخمس تغييرات في البطولات الأفريقية زي مقر التحدي الدولي للكورت القدم على أنه كل فريق القائمة بتاعته تضم أربعين لعب بدل من تلاتين لعب وهيتم السماح بتواجه 9 لعبين على دكة البودلاء بدلا من 7 لعب كمان استقار التحدي على اعتماد ترتيب الدور الأول لمسابقة التحدي الكورة عندنا هنا على اعتماد ترتيب المسابقة بتاعت الدولي المنتز في الدور الأول عشان يتم تحديد الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى اللي هيشاركوا أول وتاني طبعا بيروح بطول الدولي أبطال والتالت والرابع بيروح لكونفيدرالي نتمنى إن شاء الله بإذن الله أنها تكون بطولة موافقة والأهم من ده حتى وإن تم الاستقرار يعني رغم من أنه شايف أنه مش هيكون فيه أي مبرر منطقي لده وخصوصا زي ما بيتكلم يعني تحدي الأفريقية أو زي ما أعلن تحدي الأفريقية على خلفية مباراة الوداد أنه حريص كل الحرص على أن المباراة النهائية تكون المدرجات فيها أو واحدة من معايير الاختيار يعني اللي حطها عشان يختار الملعب اللي هي الصديفة المباراة النهائية أنه يكون يعني مليان بالجمهور أنا قلت وأكدت لحضراتكم أنه ما فيش مباراة من جولة واحدة في أفريقيا حتكون المدرجات فيها مليانة بالجمهور إذا لم يكن أحد الطرفين النهائي من الدولة المضيفة غير كده احتماليات امتلاقها بالجمهور يكون تقريبا تقريبا يعني شبه مستحيل ترجمة نانسي قنقر